يحاول الرئيس الحكومة في بغداد حيدر العبادي الابتعادة عن حمام الصراع بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي الذي تسعى إدارة ترامب لإفشاله من جهة ونفوذ إيران المتنامي في العراق الذي بات يزاحم نفوذ الأمريكيين العبادي قال إن العراق يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع بين واشنطن وطهران ويريد أن يبني علاقات متوازنة مع الطرفين لكن مصالح طرفي الصراع إيران وأمريكا بعيدة عن آمال العبادي في نيل ما يتمناه أو يحاول أن يروج له فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى منذ دخوله البيت الأبيض إلى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران ويصف هذا الاتفاق بالكارثة على بلاده وفي الواقع فإن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران ليس خيارا وحيدا أمام طهران فتعديل بنود هذا الاتفاق من شأنه إعادة النظر في جوهر الملف ككل من قبل واشنطن تعديلات لن يوافق عليها النظام في إيران بدون ثمن فالثمن الأهم لدى النظام هو ضمان موطئ قدم له في العراق لسيما في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة التي شهدت حضورا إيرانيا معلنا عبر ميليشياتها في معظم المحافظات العراقية بجانب حضورها السياسي القوي أصلا في أرويقة المنطقة الخضراء منذ عام 2003 ما كان محرما بالأمس بات مباحا اليوم فالسياسيون الإيرانيون أبدوا استعدادهم للتفاوض بشأن تعديلات إضافية على بنود الاتفاق حتى أن المرشد الإيراني علي خامنئي صرح في وقت سابق بأن بلاده قادرة على التفاوض حول ما سماها ملفات أخرى إذا غيرت الولايات المتحدة سلوكها فيما يتعلق بالملف النووي وفي المقابل تريد واشنطن تثبيت وجودها في العراق بشكل أكبر من ذي قبل وهو ما بدى واضحا من خلال تصريحات مسؤوليها في البنتاجون والتحالف الدولي الذين تحدثوا عن بقاء عسكري طويل الأمد للقوات الأمريكية في العراق بقاء قد تضطر معه إدارة الرئيس ترامب للتنازل عن فكرة إلغاء الاتفاق النووي مقابل تحجيم نفوذ طهران في بلاد الرافدين التي باتت مجرد ورقة في لعبة تصفية حسابات إقليمية ودولية